اشتركوا في القناة جميل لأنه مهما كان قيمة القادة التي توجد ويتفرزهم مرحلة تاريخية ما مهما ما هو مصدر الشرعية مصدر الشرعية هو الشعب والشعب ليس مديداً لأي كان خاصة للحكام وليس هناك أي شرعية بديلة على شرعية صندوق المال السياسي والرشوة الانتخابية دخلوا كآدات لتزوير إرادة الشعب ولهذا السبب على المواطن حامي الصندوق أن يقف يقذ لحماية صوته وقت لفينة الاجتماع تحبوا الاجتماع مع محمد ظالم وقلت ما هو البرجبن بذلك الموجود هل تحبوا الفتنة الداخل قال لي ليس فتنة أما إسهب قال لي أراه تمشي للفتنة أنا قال لي هذه عقيدة قال لي من فضلكم أنتم في أتباعي أنا من أتباعه أنا من أتباعه أنتم أتباعي سامحوني في هذه المسألة مدامي أنا حي خلوني بلاش دي بقراتي وبعد أعملوا ذرور فماشا صارش عمر صارش انتخابات شفافة ونزهة وفتلا قتلوا رأوا بعض ولات قتلوا بعض ولات كلموني أنا مباشرة يقولوا فما شوية حركية كبيرة ياسم من طرف بعض العناصر معارضة كذا اللي ربما تحدث شوية تشويش في الاتخابات قال لي من أعرف الموضوع كما تحمد المستيريات قال أنا والدار والله هكذا دار المهذب الروسي قال أنا ما عادي كان الرجال لهم إلا نفسي اللي ربما نعيب على نفسي اللي ما تدخلش كفاء الكفاية ضميري يملي علي في الأيام هذه اللي يبشوا قولوا اللي ربما كانت تحسين النتائج هذيكة يعني جعلها النتائج أكثر تماشي مع الحقيقة الانتخابية كانت ربما تكسب تونس خطوة خطوة أسرع طلبت من المعتمدين باعتبار معتمد دول باش يجمعوا المحاضر الكل ويجيبوها للولاي أحنا كاكو جاء التعليمات ما يزمشي لم دياسة تفوت كده النسبة من اللول كانوا أناها ما يزموش تنشحوا من اللول الثنين من بعد يقولوا لا ما يزمشي يفوتوا كده واحد يقول عشرة واحد يقول خمساش في المية في اللي خلال ثلاثة في المية هزيت الوثائق اللي عادي لكل وفي الأرشيف وقتها لأول مرة حصيت المكاتبش فيهم خبري ما نعرفش اكتبنا شي ما نعرف ما نعديش وقتها حصيت وكيف حصيت رقيت كل واحد قش حصة لم ديات ما نشحتش أما حصلت نسبة كبيرة والمحضر الإحصائي هداي موجود عند الارشيف حيث تجمو تقول شاركنا بكلنا في عمل أنا تو نحشب أنا تو حشب به وكعليس أحفظ بها داك وسلمتو للارشيف باش نحش شوية ما كان حشب هديك قول كرامة حصلت على هالوثاق وهالمحاضر وأحصاتهم بالنسبة للولايات جندوبة وقت اللي صار الأعلان على النتائج في واحد وثمانين كانت النتائج كما يلي خمسة وتسعين فاصل خمسين للحزب وواحد فاصل تسعين للاشتراكين الديموقراطيين واللي حسناهم اللي موجودين في الارشيف الوطني هما الحزب اخذت ثنين وخمسين بالمئة والحركة الديموقراطيين الاشتراكيين اخذت ستة واربعين فاصل ثلاثة في المئة يعني مخالفة تماما في الوقت امكانيات الدولة وامكانيات الحزب شيء واحد فيما يخص الرئيس بورجيبة لا يرحمه الرئيس بورجيبة كان يتابع من فوق بالنسبة لهو بالنسبة لهو باش انسان يشي في آخر عمره يزاحمه ما يقبلوش بورجيبة هذا مرضيا هك ما يقبلش يزاحمه في بلاده كما يقول هو وفي تونس لانا يعتبر تونس بدعوه قبل الانتخابات بنهارين نجم يكون منع نهار الجامعة تقريب في وجودي مع الرئيس قتله بصراحة بصراحة بمخيرا صارحوا بالحقيقة ولا بعدين قتله ربما ثم احتمال في بعض الاماكن او في جل الاماكن ثم ان المعارضة تنجح وقال انا ما عندي كان رجال وسيلة كانت متابعة على الموضوع هذي وربما كانت متابعة حتى وجود القائمات اللي هي منافسة تعرف اش كون باش ينافس واش كون كذا ثم حتى قائمات فابريكية الحملة الانتخابية تواصلت 15 يوم ووقفناها صحيح في الأسبوع الأول لأنه من النهار الأول بدأت نهار لول برك بشيط طريقة عادية من النهار الثاني متاع الحملة الانتخابية بدأت العرقلة في مسألة معناها تعيين القاعات اللي باش ناخدوهم لأمن الاجتماعات بدأت الحجر يهبط على القاعات الاجتماع دير شبيغل زال كيف كيف قولوا دي لير دي بوفوار بوفوار معناها ضايا على العقل متاع أو معناها ففي العديد من الدوائع الانتخابية قامت صلات بمساعدة رجال الأمل بضغوط متعددة ومفضوحة على الناخبين ليصوتوا القائمة الحمراء التابعة للجبهة الوطنية وزعت على أنصار الجبهة بطاقات الانتخاب حتى بلغ عند بعضهم ستين بطاقة عند بعضهم هذا دير شبيغل اللي رأها ما هوش واحد تابع الحزب هذا أنا أعتقد لوالي تونس عنده مسؤولية لأنه كان ما هوش لاهي بالولاية منتاعه بارك في كل الولايات كان يبعث في الواحد باش يفسدوا العملية بتاع الاقتراع والانتخاب وعنده معناها أنا بوي بالرئيس الدولة وحتى بالرأي ماجدة هو وسيلة اللي كانوا نسميوها الماجدة وسيلة وما كانش بن علي يوصل للحكم وكانت راي تونس أخرى اليوم عايشين رأنا يمكن باش نوصلوا معناها بعد كان بالديموقراطية رأي باش نوصلوا إلى هالبلدان اللي نسميوهم ليدراجون وكذا وهذا حلم نحنا باش تفهم مدى الوقت اللي ضيعناه والفرص اللي ضيعناه اللي نضيفو مانكي انتخابات 81 كانت بالنسبة لنا ممكن مرحلة جديدة باش تفتح أمامنا كشبال باش ندخل في رويدا رويدا نحو الديموقراطية سمعنا اللي قاع هجوم ممنهج على جماعة القايمة تونس بن عروس وقعت تكسير لخشم الأخ محمد بن نور وجاني وقتها في الدار حكيلي بالحكاية يعني كيفاش الهجوم نذكره توقي كيفاش يحكيلي يعني مرعب يعني إنساني بيش يضرب عبارة إنساني حبي يقتله تحدثنا مع الكم بيسار ظهرت لنا يعني نوع من الحماية معنا حدثنا معه وخرجت ودخلت خرج سيحمود وخرجوا جماعة الكل وقت يخرج وانا قربت وقلت له وانا رني ما نجمش سيحمود جابوله السيارة وانس كنت خذت السيارات ومشاوا ومعي فوزي فقلت له وانا رني ما نجمش نشق البطح دي الكل على خاطر السايد شافنا ورانا ندخلنا وخرجنا ورانا ندخلنا وراه بشيق على الاعتداء علينا خطر انتو ما بيش تمشي وقال ليه مطلعوا معي في السيارة أنا بش نركم مقدام وفوزي بش يركم من تالي الباب من تالي مسكر ما 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 نجمش كأنه ما نجمش يحلو قاعد دكا مهما فوزي وياقف وانا طلعت في السيارة ودرت هكا بش نطلع في وسط دخلت بظهري وقلي هو راني بش ندخل بظهري ومعاش نتحكم في روحي يدزني طيحني من السيارة ويطبق الباب ويمشي عن نفسه فالطيحة اللي تحت أنا تحت الوجه فوق الرسيف الرأى أنا طيحة رافق الهجوم الناس اللي كانوا كلهم ويقفين وموقفهم السيد لدورة فلانتم هم جماعة اللي جايين من الميليشيات يجموا على القع كنا متصورين مهما كانت الظروف بشيقعة فاما شوية سرقة أصوات أما مش بالطريقة اللي عاملوها وقت نسمع وأنه سيحمد المستري عنده 1306 أصوات يظر لي هو كان يلم الحوم مبارك تصوت له أكثر من ويجابها سيد باشي قيد السبسي اللي هو كان في اللمدياس كحركة مش كحزب ولا هو يجابها فيه ويجاب ألاف المؤلفة من الأصوات يعني حاجات تتولي مضحكة شوية زوز موعيد منجحناش فيهم في تونس هو موعد بعد الاستقلال هو الديموقراطية بعد الاستقلال ثم الموعد الثالث هو مع الديموقراطية اللي يفتح الباب للتعاس أبعد هو 81 انتخابات جابها 87 وبعدها نعرف مصر في تونس أنا وقت اللي ادخلت للحزب الشيوعي نلقاها الحزب دائم شارك في الانتخابات بطبعي هي منذ الاستقلال معناها فاما اخوة اللي شاركوا في الانتخابات بعد يمكن من 81 نرد التالي احنا من 56 معناها يشطبوا القوم يخدم خدام ياخدوا كل الأوراق متاع الفرز وإلى أخير يحسب واحده ويلقى الحساب مش مقابل يفسخ من هنا ويزيد من ذهم ويحط من غادي مشيت أنا باسم القايمة عملت برقية للسيد رئيس الجمهورية في ذلك الوقت يسموه زين العابدين بن علي برقية نعلم فيهم اللي احنا باش نقوموا بمسيرة احتجاجية سلمية من المكنين الى المنستير مشاًا عن القدمين ونطلبوا معناها حماية الأمن للمسيرة هذه السلمية وقت اللي اخرجت من البوستة نلقاه الباقة متاع البوليسية حظر باش ستنى فينا قرفت هنا وهزونا نجمع الكل ضربناها ثلاثة يام في الحبس حتى وسيد مدير اليداعة والتلزة يستجوب به يستجوب فيه المجلس المجلس الدستوري قال وراء احنا اذا كان باش نبثوه نولي انا مسؤول ونتعدى تحت طيلة القانون معناها خايف عن روحه هو ذي رئيس المدير العام وهو يقول وقد ثبت اذا جيت سألتني انتي ولا قتلي هتوريني ثبت انه امتنع وهذا كذب من المجلس الدستوري بكله بما فيه وقد ثبت انه امتنع مبدئيا عن ادخال اي تغيير على مضمون الكلمة التي سجلها وهو ما يصير يصير المطعن حاريا بالرف مطلب مني انا زوزكوذات جايني يدققوا في روسهم حتى واحد ما قال لي يبدل حتى كلمة حاجة وحيدة اللي قالوا هالي قلت له صباح ما هو قال لي لا لا باس ومبعد قال لي برب يا سي جنيدي كان مطرش مانع توا السورية متاعك قلت له شباه السورية قال لي زرق اي قلت له بيه زرق شنون المشكلة وانت هاك سوريتك سفرة وقت لابس سورية سفرة قال لي لا مجيش السورية فرد لون هي والقايمة لانه قايمة زرق مجيس سورية زرق قلت له تحبني لبسها حمرة سورية معقول تراني أنا لابس سورية حمرة وعملنا لا فتاة حطيناهم احنا في القاعة لا فتا منهم محطوطة لا وعناصر المكينة اللي يخدموا في المكينة مقبل قال لي نطلب منك وتحمل مسؤوليتك باش تنحي هذوما اللافتة الفلانية اللي يفاهم مدى الحياة واللافتة الثانية اللي يفاهم الرشوة والمحسوبية ما كنا رأي قاعد تخدم هذيك من عام ستة وخمسين رد الجاي حتى جاءت الثورة لانه اليوم ولات الانتخابات فلوس واكبر اختر على شفافية ومصدقية تونس واحد وهذه تشوفه معناها في الاسماء على الملاحظين هذون من القدم اللي انهم تحصلوا على معلومات عليهم ووليت عندهم قاعدة بيانات كاملة للملاحظين الكل فوقعت الضغوطات سواء كان عن الاهالي على عيالهم على أولادهم كده فيهم ليخلأ منهم خاف وانسحب يضغط عليهم إذا ما تعملش هذيو إذا ما تحطش الورقة الحامرة رأوا اللي عانا بشتنا حالك الملاحظين متاعنا كلهم حوالي الاربعين في الماء وقاع طردهم هذيو ما كله وتصلوا بنا لكل هدايا وفيهم جزء منهم اللي في عشيات هتوقف في عملية فرز الأصوات واحد من أعذاء القائمة ومخرجوا طردوا الأعذاء القائمة الكل واحد من أعذاء القائمة يسلق قاعد أشيائين هزوا سندقوا الكل جابوا سكبوا بال وصبوهم فيه يجير في بوزيد ولا في المزونة واحد ويعرف سيمون دي الفهم مشا يطلب في الأعرف قل له أنت النهزة متاعك مهارضة برا المهارضة تعطيك الأعرف معنا يتقدم في كل الدوائر ولكن قائماته تعامل معاملة خاصة بالإسقاب هذا مش مسج هذا يخنقوه بالضغوطات والترهيب وكذا بش يسعب واسعب الحرية ولكن ألغى حق الترشح على أعضاء المكاتب السياسية وقتها في الهاتنان سينجيب الشاب سلم مقاليد الواحد لما يجري معناتها على القياس فهلا عمل مرصد وطني للمراقبة رأسه عميد المحامين كامل الاحترام للمحامين سابلو أبل بي دار على الحزاب على بعض الحزاب مزي ناس حزب الدكات تقدم 20 قائمة على 27 دائرة تقدمنا بعشرين قائمة ومنهم 11 قائمة يرأسوها أعضاء المكتب السياسي طيحونا 17 قائمة بالنسبة لنا مثلا ونحن نعود نحكي على سيمون ذر الفريجي لأنه رمز من الرموز معناها الفساد السياسي واللي ما سمعناه يخبر رأسه ومعناها وهو معناها من ناس لحقهم يقدموا اعتذاراتهم يقع الضغط على أحد المترشيحين ويقع الضغط عليه بفضل إعانات هذونك ولا عنده مصالح يقولون ورا أنا بش نعملولك ولا أولادك ولا كذا وفي الأخر يمشي يسحب الترشيح متاعه خلصة وفي 2009 قال اللي الأمناع العامين اللي عندهم فترة متاع سنتين نجموا يترشحوا تقدم مصطفى بن جعفر الترشيح متاعه وقدم الترشيح متاعه لمجلس الدستوري كان قبول عادي معناها قبول عادي بروتوكولي بالموعد الحقيقة واستقبال محترم معناها منسي عبد الناظر نذكر مدام الأسمانة مش كلهم نذكرها نذكر مدام فايزل كافي حاليا قيادية في حزب حاكم وسي جريبي هو أنه في فترة بن علي أعمال مسرحية قانونية في فترة بن علي ثم الإهانة الإهانة للمواطن الإهانة للأحزاب المعارضة نقول اللي نحن نتوف في فترة ما قبل انتخابات بلدية ونقولوها بصراحة معناها الفعالين السياسيين اليوم أن tutti متقلقون من هذه انتخابات لماذا من متقلقون Logic لأن الجو العام والمناخ العام والمناخ التنظيم الانتخابات يمكن أنtitle الانتخابات عندها صدقية ضعيفة صدقية المصدقية تكون ضعيفة وانتكاسة الانتخابات الآن كارثة على تونس كارثة على المسار الديموقراطي كارثة على الانتقال الديمقراطيين نعيشوا فيه وهذا خوفنا من هذا فأنا في الخاتمة أدعو كل المددخلين سياسي وبالخصوص الحاكمين حاليا إلى أخذ بعن اعتبار المعطى هذا الأساسي وأنه فشل الانتخابات القادمة سوف يؤدي إلى نوعا ما من الانغلاق وأن الديمقراطية متاعنا الناشئة تصبح الديمقراطية كورومبية فاسدة كما شفناها بالمال الفاسد في الانتخابات 2014 وتكون معناها الشعب يبتعد عنها وتكون معناها التربة السانحة للأطراف الهدامة في أربعة وتسعين لاحظت أن بداية التزوير تقعوا بتوزيع بطاقات النخب فلا يوزعون كل البطاقات في خلال المحطات الثلاثة التي عينتها غياب كل للمراقبين للمعارضة معناها الحزب يلعب في مكاتب الاقتراع وحد ومنفرد اللي يدخل للخل وأذكر هو معارض ويسجل اسمه بالنسبة للمراقبة متاع الحزب الحاكم يسجلوا ويسموا الدخول إلى الخلوة هو عبارة عن مصيدة للمعارضين تجيك تعليمات يقولونك معناها البطاقات اللي تلقاهم في الصندوق معناها من ألوان غير ألوان الحزب الحاكم عوضهم فجتنا تعليمات وقتها اللي هي معناها مخالفة للدورات الأخرى ما نشعرفها هذية خاص بي أنا لأنهم شكين فيه وإلا معناها عامة للناس الكل أننا نمضي على محاضر فارغة نعطوهم محاضر نمضي عليهم ونشدوا ثلاثة نظاير من المحاضر ونمضي عليهم ونعطوهم لهم ومن بعد معناها نعمروا كما العادة وهذا ينعتذر للشعب التونسي عليه أني ما كنتش صامد 100% بصفة عامة لكلهم أغلب كل الأحزاب تعرف ما ينتظرها وكلها تستنى في نتائج انتخابات وحسة هذه النتيجة التي كانت تطبخ بطريقة تعطي هنسة معينة لتركيبة المشهد السياسي ثم يقع تعديل فيما بعد القانون تغير القانون والنسبية المعدلة فتبدأ عملية الكسور هذيك وانتبدأ الحسابات مشتعة الحزب الثاني الثالث الرابع